انت بالصح والسلامة معاك عبدالله عند حضرتك عندي ألم تحت في بطنه من تحت يعني ويمساك بيروح وييجي نزلت في الوزن 10 كيلو نفسي مزدودة عن الأكل يعني ممكن الأكل ييجي قدامي نفسي تنسد وده حصل معايا من ساعة إصاباتي بفيروس كورونا من سنتين وحاس في مشاكل في بطني وعلى طول ألم ووجع زاكر الله خيراً الألم تحت السرة عندي 33 سنة ايه أهم حاجة تقالت في الرسالة دي أهم حاجة في الرسالة انه نزل 10 كيلو في وقت الليل ده الأهم حاجة واحد عنده مشاكل في التبرز مع خسية أعتقد أن المنظر هو الحل الوحيد أعتقد طبعاً أنا مشوفتوش فيه تحاليل بتتعمل قبل المنظر ممكن نعمله تحاليل نقول محتاج منظره لا بس أنا لا ضد هذا أعمل منظر التحاليل ممكن تبقى فيها خطأ إنما المنظر عمره محيار واحد عنده مشاكل في التبرز وعنده نقص في وزنه وفقدان شاهية عمله منظر ما سيبوش طب إيه حكاية الكورونا اللي بيقولها من سنتين جات الكورونا كده جاي الصدفة جاي الصدفة الصدفة اللي خلتك أنت تربط دب ده لكن المرض منظر الجديد منش أي علاقة بالكورونا ومع ذلك في أبحاث كتير جداً جداً ربطت كورونا ببعض الأمراض مش هقول طبعاً أي حاجة لكن ده أنا اعتقادي إنك يا قنديل رضا أو لصاحب الرسالة يعني يروح يعمل منظر بكرة بكرة يعمل منظر منظر قولون طبعاً هو اللي حيحللنا المشكلة أخطر حاجة في هذه الرسالة فقدان الوزن ممكن يطلع مفوش حاجة خلص وفقدان الشهية لأنه فاقد حسة الطعم فيه ناس كتير بعد الكورونا قعدوا سميل فقدين حسة الشم والطعم ممكن تخليه أرفان من الأكل لكن ما نقولش الكلام ده على عليته كده لأ لازم بدام خسيت لازم نشوف الموضوع فيه اختبار بنعمله يريحنا جداً 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 سرعة الترسيب لو سرعة الترسيب طلعت طبيعية أبرك لك لأن لا يمكن يكون هناك مرض وحش بسرعة الترسيب طبيعي لا يمكن إنما لو طلعت سرعة الترسيب عالية برضو متقولش أنا دايماً أقول سرعة الترسيب قيمتها لو طلعت طبيعية عالية مليون مرض يعملوها مليون مرض يعلوا سرعة الترسيب بلاش مفيش مرض ما يعليش سرعة الترسيب الضر يعليش سرعة الترسيب حمى الروماتيزمية زئب حمر روماتايد تقرح قولوني يعليه اذا لما لها عالية ما بتقوليش حاجة بتقولي في حاجة بس انما لو لقيتها نورمال رائعة اقولك لا غالبا انت ما عندكش حاجة فاحنا نروح نعمل منظار ونشوف ايه الحكاية